صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المغلومين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يدي يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هناك معادلة نعيشها كل لحظة وكل آن في حياتنا هذا الصراع المستمر وهذه العملية التي تتم من حيث لا نشعر موت وحياة والإنسان يظن أنه الأمور ليست بهذا الشكل ولكن الله عز وجل يشير في هذه الآية الكريمة يقول هو الذي خلق الموت كما هو الذي خلق الحياة لماذا؟ ليبلوكم إنه الاختبار إنه التنافس يعمل الخير لأن الإنسان خلق لم يبلغ ليموت وإنما خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفادي يقول شعر المعري خلق الناس ليرقوا والبقاء يكون على مراحل قد يسأل سائل ويتعجب أنه كيف الله عز وجل كيف يقول خلق الموت شهر الموت عدم الموت فناء الموت عدم سمه ما شئت الحياة تعرفنا أنه الله خلق الحياة ولكنه الموت هو خلق أيضا نعم الموت ليس عدم الإنسان بالموت يخلع ثوبا ويلبس ثوبا آخر قدرة الماء إذا سكبت على الأرض لم تنتهي لم تنعدم تحولت من سائل إلى بخار قد تتحول القطرة إلى ماء لا صلب إلى صلب وهي ثلج مثلا تخلع ثوبا وتلبس حالة أخرى وهو عملية عملية طويلة مستمرة الإنسان في هذه الحياة يقول عنه الماديون أنه لم يكن شيء وأنه سوف يقول إلى اللا شيء يعني سوف ينتهي طبعا هذا هو رأيه ومن هنا يفعل الإنسان المادي ما يشاء في الحياة الدنيا لأنه يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا حياتنا بس هذا ما في غابة يعني وما يملكنا إلا الدهر كثير يسموهم الدهريين يعني لا يبنوا بشيء يسمونه آخر حد الحياة ونهاية الحياة هو في القبر وليس شيء آخر أو عند حافة القبر وينتهي الإنسان أما الإلهيون أما الأنبياء أما الأذيان تقول أن هذه الحياة بدأت قبل ما نحن الآن فيها الحياة الدنيا قبل هذه الدنيا كانت وثم انتقلت إلى هذه الدنيا إلى عوالم طرعا مختلفة وشدتها تكون بعد هذه الحياة يعني الآن نحن في حالة من الحياة لكن فيها درجة درجة معينة كل ما الإنسان ينتقل إلى حياة أخرى تقوى أكثر هذه الدرجة حتى تصل تبلغ ذروتها فكشفنا عن تغطائك فبصرك اليوم حديد في تلك الحياة الإنسان الآن بالدنيا نحن نسمع لكن نسمع من نسمع اللي يكون داخل البناية داخل البيت نسمعه بعد الموت يسمع من بعيد مسافات بعيدة أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي من وراء البحار تسلم أنت على المعصوم سلام الله عليه تقول أشهد أنك تسمع الكلام وترد جواب ليس فقط المؤمن في بدر في وقعة بدر حينما قتل المشركون وضعوا في القليل وهو البعر يشربون بالماء وضعوا هنا أجساء يندفنهم فيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال أجلسوهم يا عتبة يا فلان يا شيبة أجلسوهم قال لقد وجدت ما وعدني ربي حق الله واحدني بالنصر وأنا شفت النصر الآن فهل وجدتم ما وعدكم ربكم وأن قلتكم قرآن الآيات أنه في جهنم في عقاب فهل وجدتم شفتوا شيء بعد الموت أي بعد رمباشرة يعني بعد ما ماتوا رأسا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم شيئا طبعا ما فيه نجاوب قال أرجعوهم أضجعوهم قال يا رسول الله أنت تخاطب أجساد فصلت رؤوسها فطعت رؤوسها تخاطب أجساد قال والله ما أنتم بأسمع منهم هم يسمعوا أكثر منكم ولكن حيل بينهم وبين الجواب شافوا الحقيقة مثل ما هي في الدنيا كيفين إنه إحنا أصحاب القوة وإحنا أصحاب السلطة وإحنا انتصرنا وإحنا عملنا كذا ومؤامرات وخطط ولكنه من مجرد أنه ماتوا وانتقلوا إلى عالم آخر تقوى عندهم هذه مش الحواس المادية طبعا لا يقول قال إنه طيب الأذن كيف تسمع مثلا العين ما ما بنشوف بعد لا ليس تلبس ثوبا كما ذكرنا ثوبا آخر هنا حواس حواس معروفة اللي هي العين ومثل والأذن والسمع وغير ذلك هناك حواس مجردة بحسب ذلك العالم يعني الآن بدي يروح للفضاء ما في يلبس ملابس الشغل اللي يروح للفضاء في ملابس خاصة لأنه هناك غير جاذبية شكل وكل شيء يختلف فيلبس ثوبا آخر هذه الروح بعد أن تخلع بدنها في الدنيا تلبس ثوب جديد جديد فعلا نحن نستور أنه قضية يعني محزنة ونظمات يعني انتهى كل شيء انتهى ولكنه صار في عالم أوسع وأرحب وصار يعني مثل قبل إذا كان الميت في الحبس قبل ما يموتع كان في الحبس ما في زور أهله فإذا مات إذا مات وكان ممن يؤذي له سيأتي يزور أهله كل جمعة مرة أو مرتين يزور فإذا رآهم بحال حسن فرح وإذا رآهم بحال سيء طبعا يقال أن المؤمن يحجب عن الله يحجب عنه الأخبار السيئة حتى ما يتأذى ولكن غير المؤمن إذا رآهم بحالة سيئة يزدادوا ألما فيرجعوا إلى مكانه وهو متألم هذه حقائق ليست كلام يعني من الخيال ومش فكشين ستوري هذه حقيقة هذه مين قد تقول لي من قال هذا كيف شافوا اللي شافوا هم هم من يعرفون أهل الذكر بس ألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هم أهل الذكر الذين كانت عندهم مش الأنبياء سلام الله عليهم في ناس في ناس يعني بيس طلاحنا ليسوا معصومين ولكن وصلوا إلى درجات قد تقول إحنا من نسمع شيء يعني هؤلاء يحكوا الميت يصرف وراء أهل وتعالوا والحقول مثلا كذا من نسمع الشيء لأنه ما عندنا قابلية ما عندنا قابلية الإنسان في الحياة الدنيا تأخذه الأمواج وتجيب الأمواج يوميا أمواج الهموم والمشاكل والاضطرابات والفتن والتحديات وكلما فضي فرق من موجة وقال الحمد اللي ارتاح لنا وجدت الموجة الثانية لاحظين هذا كل ما عندنا تقول إن شاء الله بس أضبط أموري شوية وكذا بعد ما كبر الأولاد وكبر الأولاد وجدت الموجة الثانية أمواج مثل الموج اللي القرآن الكريم يصف عن نوح عليه السلام ويتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه يا ابني يركب معنا قال سآوي لا جبل من يعصم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله ما فيه ما فادة نحن الآن في هذه الأمواج تقول ليش الله خلانا به الوضع هذا نقول بالوقت الذي نحن في هذه الأمواج من الفتن والضرابات الله تعالى جعل لنا جعل لنا أيضا فرص للنجاة ما تركناها كذا جعل لنا فرص نجاة وفرص كثيرة ليست قليلة ولهذا يقول الحديث إن لربكم في أيام دهلكم هذا نفحات فلا فتعرضوا لها إذا هربت رياحك فغتنمها إذا عندك قدرة وعندك قوة وعندك شباب وعندك صحة وعندك قدرة مالية ما تقول بعدين الآن بلج مال الآن وحاول أن تستغل ما عندك كل شيء عند الطاقة تمشي عند الطاقة تصلح عند الطاقة تحكي الحقيقة تبين عندك طاقة بكل ما في واحد ما عنده طاقة فيبين ما عنده وهذا هو الزاد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء أحسن عملاء كيف كيف كثير من الناس يعملوا الخير يعملوا الخير من حتى غير المسلمين هناك شيء مهم فعل الخير لذاته ليس مطلوب لذلك قد تقول أنه في كثير ناس يعملوا الخير وهم غير المسلمين نقول الله عز وجل هذا الخير الذي ينطلق من نية طيبة من نية صالحة لأنه العمل إذا ما كان في نية بنظر الله عز وجل لا يساوي شيء أحيانا لماذا لأنه الإنسان إذا لم يصغ نفسه صياق جيدة قد يكون هذا نفس اللي يعمل الخير مثلا يعمل افترض يعمل مثلا دواء نعمل دواء بالمختبرات ينفع الناس ينقذ الناس بالآلاف من المرض ولكن هو نفسه هذا إذا ما كان مشتغل على داخله ما كان مشتغل على روحه وعلى نفسه قد يصنع فيروس يصنع قنبلة مثلا بيها من الفيروس التدمر البشرية وهذا اللي الحدث ولهذا القضية مش إنه واحد بس يعمل خير يعمل خير ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول ما ضعف بذن عما قويت عليه النية اللي عنده نية واللي عنده عزم يعني في داخل نفسه أبدا لا يضعف أبدا شوف اللي بده يسافر بكرة إلى إلى بلدة مثلا ما يحتاج لإلى منبه ألا ما يحتاج لأنه عنده نية قوية راح فيه بده يسافر بس لا بده يصلي الصبح لو يخلي أربع منبهات ما يفي ما بده يصلي ما بده يوم هذه المشكلة إذا فيه عزم عند الإنسان راح فيه ما تماكن لو قبل سانة لو قبل نص سانة لو تعبان فإذن ليبلوكم أيكم أحسن عملات اتسابقوا أيها الناس هذه الدنيا ما مر المام عليه السلام الله يقول الدنيا داروا ممر والآخرة داروا مقر فخذوا من ممركم لمقركم ممر يعني ما حد يمر مثلا جسر يعني يعبر جسر خلي يستغلق مثلا دقائق مش أكثر هذا الممر نهايته إلى أين هذا المهم إلى أين يؤدي في جسر يؤدي إلى الجنة في جسر يؤدي إلى النار وليه أذو الله ولكن ما دام الفرصة بعدها ما دام الإنسان حي في الحياة الدنيا عليه أن يبادر وعليه أن يعمل فإذن يشتغل على نيته يشتغل على سجيته يتعب عليها التعب على هذا ما هو مش ضايع التعب يسوي يعني يستحق ولهذا الإنسان يعمل أعمال خير تبقى حتى من بعده أعمال تسمعون مثلا مؤسسات تصير مثلا أعمال مشاريع خيرية كثيرة الإنسان الذي يسن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة كم ثورب هذا كم عظيم يسوي شيء مثلا يبدأ شيء جديد مثلا في المجتمع وكذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لأن هو اللي يبلش علم الناس على شغل غلط رح تبقى برقبته العمل الصالح هو زاد الإنسان تزود فإن خير الزاد التقوى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتن أمسى وأصبح راحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري نعم ما أكثر الآن العبر كنت طالع في قبل كم يوم في بعض المواقع وكنت أعجب يعني ولا ليس أعجب في هذا ولكن حقيقة نعجب الإنسان في واحد من من الجنوب يعني من لبنان أحتقل ذهب إلى ألمانيا قبل فترة يعني قبل يمكن شهرين أربعين يوم فقط يشتغل حتى يضبط يعني أموال أعجب تترك هناك أربعين يوم غلب هناك غلب في بعض البدات يعني ناك لا يدري الإنسان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه العبر هذا ليست للآخرين هذه لنا نحن وما نحن إلا مثلهم غير أن أقمنا قليلا ضيء ثم نرحل نفس الشيء ولذلك ما أكثر للعبار في الحياة الدنيا وكلما يسمع الإنسان بعزيز الله وكلما يسمع الإنسان بحبيب الله حقيقة تهيج به الألم والوجه ولكن لنا عبره ولنا أسوأ بآل الله عز وجل لنا أسوأ بآل البيت سلام الله عليهم هؤلاء عذبوا هؤلاء شردوا هؤلاء قلت لحتى أطفالهم حتى الأطفال الصغار لم يسلموا من الظلم ولا من المذابح كنت أقرأ أيضا في في بعض الكتب كنت أقرأ أنه كيف تحمل أتباع أهل البيت شيء العجيب يعني حقيقة في أفريقيا كان شيعة قبل الأيام قبل ألف سنة قريبا في أفريقيا بعض الحكام المتعصبين والظلمة هذا حاصر شيعة أهل البيت وذبحهم عن آخرهم عن آخرهم بعد أن جواهم يعني حصار مثل ما أن يسلم ليس شيء يعني حصار عنيف عليهم فتن كثيرة سواء في بغداد وسواء في أفريقيا وسواء في المغرب العربي وصمان جرى في مصر قبل الأيام الفاغميين هناك حالة عجيبة يعني يقرأ الإنسان يعجب أنه كيف هؤلاء هؤلاء كيف ما يشبعون من هذه الدماء البلية يعني كل حتى الحيوان وليس الذئب يأكل لحم ذئبا ويأكل بعضنا بعضا عيانا حتى الحيوان مفترس لا يأكل لا يأكل من صنفة إلا يمكن حتى لو أكل فريس تهمات إذا كان يأكل بالقلال الكفية ولكن هؤلاء لا يشبعون من دماء الأبرياء دماء الأبرار ولذلك حقيقة هذا فخر فخر أنه هذا الخط خط أهل البيت سلام خط الشهادة الأحمر المضرج بالدم هذا هو الإرث هذا إرثنا إذا الآخرين ورث الظلم والمذابع والمجازر والمقاصد من أسيادهم من قادتهم نحن ورثنا من آل الله عز وجل من آل البيت سلام الله عليهم ورثنا كيف ننتصر بدمائنا نعم قد تقول هل ينتصر الدم نعم الدم ينتصر الدم إذا كان دم ثائر كدماء الحسين سلام الله عليه ودماء الشهداء من آل رسول الله ومن آل البيت هذه الدماء ودما أرقت كأنه من جدة للآن يعطر الثرى ويخضبه هذا الدم إلى الآن يفوح يفوح عطر اللي يروح إلى هناك يفوح عطر وطيب يقف الإنسان على ذلك الثرى الطاهر ثرى الحسين سلام الله عليه ثرى الشهداء فبعد تهون عليه كل مصائبة يقف على ذلك الثرى يعفر أقله خدي بعفر الثرى هذا الثرى الطاهر اللي يقول عنه الشاعر يقول شممت ثراك فهبى النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطرات جالت عليه ولم يخشعي وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي كأن يدًا من وراء الظريح حمراء مبتورة الإصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والضام ذي شرق مترعي ماذا يذكر الإنسان يذكر هذه الدماء للحسين ولأصحاب الحسين ولأبناء الحسين ويذكر أيضًا دموع لزينب وأخوات زينب على هذا التراب أيضًا وهي تجول من مكان من خيمة إلى خيمة تندب إخوتها وأعزتها صاخت فأين نزار في متون خيولها تراب السباب قد ألم السوق عاتقي أقلب طرفي لا حمي ولا حمان سواها فوات السوق من فوق عاتقي أنا مني أينب فاضل أجيب وأراوي حالقت الغريب هذه نساء كمن يكون إذا أسرت في الأسر سائق ومن حادي يا ما يسوق هالزجر بضار بمتون يا ما والشمر يحد بسبب أبي يا ما نسألك الله وندعوك باسمك العظيم أهلا الله من العزي أكرم فرج عنا يا أهلا فرج قريبا عاجلا يا أرحم الراقمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام وأهله واخذر الكفر والنفاق وأهله اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ونجنا من بين أيديهم سالمين أرواح الشهداء كافة وإلى أرواح العلماء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صلي على محمد وآل محمد